يبقى الحلقة الثانية معك أنت أبو محمد فجزاك الله عنا كل خير نأخذ مهارات لما بعد الزواج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشر رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلم السليم كثيرا صلى الله عليه وسلم أن يجعل ما قدمنا في الحلقة السابقة وما نقدم في هذه الحلقة فيه خير وبركة وفيه مساهمة في بناء حياة سعيدة لأسرة جديدة مقبل الحياة لا شك أن الحياة الزوجية هي مرحلتين مرحلة ما قبل الزواج وما بعد الزواج يعني المرحلة الأولى التي كما تطلقنا في اللقاء السابق في مرحلة الخطبة والتقدم ومرحلة الملكة وما يتعلق فيها الآن ننتقل إلى مرحلة الساعات الأولى من اجتماع الزوجة وزوجة تحت سقف واحد في تكوين أسرة جديدة ولبنة جديدة في المجتمع بلا شك أن الآن انتقال الزوجة من مجتمع ومن ثقافة ومن بيئة ومن عادات ومن تقاليد أحيانا إلى مجتمع جديد أسرة الزوج تنتقل الزوجة الآن هناك مرغبات هناك ثقافة هناك يعني خلنا نقول بعض الحين قوانين جديدة في أسرة جديدة فهذه تحتاج أن يكون هناك بعض المهارات الأساسية التي تمتلكها الزوجة حتى تستطيع أن تبدأ بداية صحيحة ودائما إذا لم تكن البداية جيدة مبنية على أسس منهجية علمية تربوية اجتماعية صحيحة سيكون هناك اهتزاز في الحياة الزوجية حتى ولو لم يظهر في بداية الأمر فلذلك المهارات الجديدة الآن نتكلم عنها انشار هذه الليلة هي مهمة جدا أن تتبناها الزوجة وتستطيع أن تنقلها إلى زوجها حتى يكونوا شركاء في مسألة التقارب مرحلة الآن الثقافتين المختلفة ثقافة المرأة وثقافة الرجل طبيعي كل إنسان عنده رغبات عنده ميول عنده ثقافة عنده خلفية ثقافية مختلفة الآن يجب أن يكون هناك تكامل وليس اندماج أو ذوبان وهذه نقطة ترى جدا مهمة ثقافة المرأة وعادات وتقاليدها مع الرجل هي تكامل تكمل حياة الرجل والرجل يكمل حياة المرأة أما مسألة أن الزوجة تسعى لتذويب شخصية الرجل وثقافة أسرة في مجتمعها أو العكس فيكون هذا في خلل كبير جدا في الحياة الحياة الزوجية هي تكامل وليس التصادم أو تسلط أو خلنا نقول مثلا بمعنى صح ثاني لماذا تدوبان شخصية أحدهم أو في الآخر إنما هي تكامل لبناء حياة أسارية جديدة السلام هذا الفكر لو جعل أمام كل مرأة وزوج هذه الفكرة فقط بس أنها تدخل بحياة تكاملية لأن زي ما ذكرت في الغالب أنها هي معتقدات بقيم بمهارات بشيء هو وكل التحدي يكمن أن كل واحدة تريد فرض ما عندها طيب أول مهارة في هذا الفكر في هذا الذوبان وهذا التكامل ما نعطيها أول توصية للمرأة طبعا أول توصية هي مسألة الدخول بمسألة اكتشاف الزوج اكتشاف رغباته اكتشاف ميوله اكتشاف ثقافته اكتشاف الأسرة الجديدة الآن بيئة الجديدة المنقبل عليها إذا استطاعت أنها تكتشفها بهدوء واستقلالية بمعنى أنها تحاول هي تكتشف هذا الشيء لا تسأل عن مثلا الناس آخرين أو تستعين مثلا بصديقات وغير لا هذه حياتي الخاصة أنا أديرها بالشيء اللي يناسبني أنا يا فلانة من الناس ما ليه علاقة بحياة فلانة محاولة الاكتشاف هذا هو الذي سيؤدي بها بتوازن و بهدوء وعدم استعجال النقطة هذه إذا استطاعت المرأة فعلا أنها تنطلق منها بهدوء وتحاول مكتشاف الرغبات في الطرف الأخرى هذا مهم عدم محاولة هي أن تفرض هي رغباتها وميولها أو معنى صح الضغط على الزوج مبكرا لأن الآن في بداية الزواج هناك للأسف يعني خلفية عند الزوج أو خلفية عند الزوج في بعض الأسر يجب أن تفرض شخصيتك من أول يوم ويجيبك مثلا مصطلحات الرمحة أو الركزة وبعض المصطلحات للأسف الغير جيدة لا هي القضية مسألة الآن أنا ليست مسألة من يحتوي من أو من يستطيع أن يتغلب على من لا ومن يستطيع أن يكون هو مساهما في بناء حياة جديدة وهذه لن تكون إلا بدخول بتأني وعقلانية واستعداد نفسي من الزوجة على مسألة أن متى ما كانت الصح في أي مكان أن تقل رأيت عادات أسرة زوجتي صحيحة أن تقل أسرة عادة ما عندي مشكلة أتنازل عن أحيانا مثلا قيم مبادئ أحيانا معينة قد نشأت عليها خاطئة وجدت أن الصح في الضفة الثانية أن تقلها مباشرة لأن هذه هي حياتي الجديدة طيب بعض الأنساء تقول أنسلخ من عاداتي ومستمعي لا أنا أنتقل الذكاء والمرونة بين الزوجين أن أبحث عن الشيء الذي يساعد في بناء حياتي أنا أستطيع أن أوازن بين مسألة حياة أسرتي السابقة وحياتي الجديدة التوازن والمرونة فيها والتكيف في مسألة أنا أنتقلت الأسرة النقطة الثانية قد أجد أن هناك شيء ليس بالصح وأنا خطأ ولكن هذه عادات أسرة زوجي قد أكون حاولها تكيف معها ليس عيبا أن أكون أتنازل عن شيء معين وكون أنتقل مثلا إلى أولوه مثلا بعض عادات أهل زوجي الأسرة المقبلة التي أنا أنضميت لها ليس عيبا بل ذكاء أن أكون مثلا فعلا أن أندمج معهم بعض الأخوات أحيانا تقولك لا أنا والله حتى بعض العبارات ما عندها استعداد أنها تلتقط بعض العبارات الجديدة أو بعض الألفاظ التي تقولك لا أنا حاول أن أتمسك بعاداتي وتقاليدي وألفاظ ليس عيبا أن تستفيد منها بالحكس هذا ذكاء من المرأة لما تكون تندمج مع الأسرة الجديدة حتى تستطيع أن تحتوي الزوج وتكسب قلوب الأسرة الجديدة التي أقبلت عليها شكرا